القراءة عيد الأضحى يعد العاشر من شهر ذي الحجة يوم عيد وفرح للمسلمين ففي هذا اليوم نضحي بكبش لله تعالى في الصباح يتزين المسلمون كما في عيد الفطر ويكبرون الله وهم ذاهبون لأداء الصلاة وبعد ذلك تجتمع العائلة يذبح كل كبشة ويستمتع الجميع بالوليمة اشتركوا في القراءة 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 اشتركوا في القراءة